السلام عليكم خوتي أزول تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن مرحبا بمشاهدين الكرام في قناتكم قناة أورو في نكديزات قناة أخبار كرة غضم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه ولسنا تابعين لأي طرف وتحية عاطرة لكل شعوب المغرب تونس ليبيا وموريطانيا خوتي حصة تانيوم إن شاء الله نتكلموها على الخرج الإعلامي الأخير لرئيس الاتحاد الجزائري الجديد والد سادي الذي تكلم بطريقة مباشرة على الشراكة بين التلفزيون العمومي والاتحاد الجزائري لكرة القدم قام بتصريح وصريح وصريح بالمئة هذا التصريح عنده عدة دلالات وعنده عدة أمور نحن نتكلموه بكل شفافية بعد أن تخرج وقت الهيشر يقول لك ومن نعطيها على برماضي ومن نعطيها شوانا ومن نعطيها على برماضي وجيتني أول من عند فولان أول من عند فولان ونفنتين يا أخير على الهيشر أنا في الماضي مشي خط أحمر نعودها وفي الماضي خط وردي قوس قوزح خط أحمر على الهيشر الموتى هايشر وتبع صاحفة حتى بردين بالماضي قد يزيد نحكي عليه بوليس دروك ما دام انتم ما قد قولوا باللي عدناء عوامر يا أخوال الهيشر واني وغد نتكلم في قاطية التلفزيون العمومي تصريح تعملوا بالولد سادي رسالة اللي بالماضي بللي سيبالا باندقوا التلفزيون كده لأنه أول حاجة غلق تلفزيون من غلق على التلفزيون العمومي مرغم أنه يدخوا حوالي سبعين مرياء سداوين يدخوا على الاتحاء الجزائري وبالماضي منع التلفزيون العمومي من امتطاع الطائرة منذ مباراة منذ أنه وقع له مشكلة في التلفزيون العمومي ولا فالله وكما يقولون المشكلة اللي يقع بيناه بين أيت عثمان في الجيبوتي ومن ذلك الآن العلاقة متوطرة بين التلفزيون العمومي والداخب الوطني صادي قال كلام على التلفزيون العمومي قال كلام قوي وقوي جدا نسمعوا يا الخوة وبعدين بإذن الله يكون لنا كلام آخر شوفوا معنا بس طبعا الشراكة منذ زمان بين الاتحادية والتلفزيون الجزائري التلفزيون الجزائري الذي ينقل الصورة تحدثه مع الممارسة وتلفزيون الجزائري هم أنه ينقل الصورة ينقل أخبار المنتخب ينقل البطولة ينقل هذه المشاطات الشباب الجزائري في ربوع الوطن هذه غاية تقديم خدمة عمومية طبعا بالتلسق مع الاتحادية نعم بالنسبة لي التلفزيون الجزائري هو شريك سراتيجي شريك تاريخي منذ زمان تربطنا علاقات قوية وكان دائما إيجابي التلفزيون كان دائما إيجابي لذا نظن نحيت عبر زيارتي اليوم للمقر تكلمت في لقاء هاميشي مع مدير العام وتكلمنا أعطيته يدي وقلت له إحنا رانا مستعدين أنه نفتح صفحة جديدة من الاستراتيجيات اللي رح نقوم بها في المستقبل ونظن أنه القادم رح يكون أفضل كثير لهذه الشركة شعر الله ممتاز لأنه الأمر مهم جدا هل ممكن أن نطور في هذه العملية إلى ما هو أفضل دائما وليد وخاصة من حيث الصورة يعني بالنسبة لمنتخب الجزائري مثلا منتخب الجزائري؟ أنا أقول لك المتخب الجزائري مدام أنت شريكي سترافقني في كل مكان وهنا نستعد أن نعاونك ونعطيك كل شيء ولازم عليه حتى موش إلا في المتخب الوطني حتى في البطولة الوطنية البطولة الوطنية في كثير من المشاكل وقعت مؤخرا بين التلفزيون العمومي أنا أقول لك من المنبر هذا أنا مدام أنت رئيس الالتحاد الجزائري لن أقبل أي شخص يتطاول على التلفزيون العمومي لأن هذا شريك تاريخي شريكي سراتيجي وكل الدعم عندي شفت بصريحة العظل آخر كلمها ما دمت رئيس الالتحاد الجزائري لا أقبل أي شخص يتطاول على التلفزيون العمومي لم تطاول على التلفزيون العمومي؟ بالماضي في 2021 لما منع التلفزيون العمومي من إمتطاع الطائرة نتمنى هذا الكلام تعولي تصادي يكون كلام يجسد في أرض الواقع قال قال التلفزيون العمومي شريك استراتيجي شريك تاريخي منذ زمن وعندنا علاقات قوية معه كان دائما إيجابي التلفزيون العمومي رانا مستعدين فتح صفحة جديدة القادم أطفل الأفضل شريك يرافقني في كل مكان مع المنتخب الوضني معناه تلفزيون العمومي سيكون إلى جانب الاتحاد الجزائري وإلى جانب المنتخب الوضني للسائري لأن هذا الأمر كان ممنوعا منعا باتا في وقت أمار تلفاف المعين وفي وقت جارية عصابة سيد موسى زفزوفة كان هذا الأمر خط أحمل ممنوع تلفزيون العمومي كان مصير واحد خطرة في الكونفيرانس مي بغيش يشوف اللوغو تعلية تيفي لأنها مدرب مدعجرف هذا ما ينحيها ليش يشترك وتماغرش بالماضي يا أخار بالماضي مدرب متعجرف ومتغطرس وحقار وجباروت ويدي استمناعي في الشهر والنتائج في الزهر وزيدوا ولتصادي ما عنده ما يدير ولتصادي ما عنده ما يدير ولتصادي ما يقول لك لتحقيق الأهداف نتمنوا يحقق الأهداف ومن بعد عنده دروازية يدير إيشاك في هذه كاسفغيق يسموه كابتها وليتها نورمان واحد العيبة تردوه بشيشيك ونقول لك واحد قلاء يسكن فيجت الفيفا يسموه حق ولا كحوة قال لي عندك عوامة كاميرا نهودها لك في ذاك البلاسة الوائرة باش تشوف خط حمر شاونا وليك خط نيغر ومشي حمر غيشة تفو عليكم يا ناطيف تبعوه وقالوكم الموتش يتعاود وما زد تبعوه في الحضرات وغولا ويسكن منذ شعب مدلول ما نقول للناس قال عن المزج تدعوه ويبعثوني وينجرين خرشف صادي سيبون. يردوا الاعتبار للتلفزيون العموية. الصاد يردوا الاعتبار للتلفزيون العموية. لكن ما دمته رئيس اتحادية لا اسمح لأي احد ان يمس بالتلفزيون العموية. اي شخص يتطاوع على التلفزيون. شخص شكور بل ما هو ليس يتطاوع. ماذا بكم يدير بعهرين ويقول له تلفزيون شعريك تعدى. نتمنى رئيس الاتحاد من يتلاقع مع هاد المدرب يقول له تلفزيون العموية شعريك تعدى. ونحتاجوها. ونحتاجوه ونحتاجوها. لازم يركبوا معنا في الطيارة. ومن بك يركبوا معنا نزوش في الطيارة والساكتين. ويخدموا خدمتهم يقول له باسكون تلفزيون العموية يدخوا حوالي سبعين مليار لاتحاد جزائري. هادا شارك استراتيجي. مساسيب الماضي نوع. لما يقول السلام عليكم ولا معارضة ليه. كلا فلا ذا فلتان. مشتاقي وعرق. مشتاقي وعرق. لها هذا ما بلقول. لدي كان راسوط عصادي جميلة وجميلة جدا ولكن نرودها ان تطبق في الارض الواقعة. سهلا. الكلام يطبق في الاحطان. نتمنى والد سادي يحل صفحة اشتدة مع تلفزيون العمومة. ويديهم معه في الطيارة كومتال لانهم بيعطوا سبعين مليار في العام. نرتج بزي العموية. الشارك استراتيجي. بس كما يحبا يكونش بالماضي كان غرق حق. اعتير جميلة. ولدت لي ولد كل امور تحسب. رزقها. وده هاي شارك عبا هاي شارك. يقول لي بداية نهائية هاي شارك. دعوم الحامل المحاد. هادي الانسان. كي ان ربي هو ليقول لي لا هو صادق ولا مش صادق. انا من الله اخبركم بالماضي يحب درهم جازي حد. ما يحب جازي حد. سوق اصلا قامس بكري. سيبو. اوف جهر الاخر شف. بوال اعطي لكم ما سيوجد على هاد المشكلة تعالى الصريحة تعالى لنهر هذا الاريس الاتحاد. قلب لي مركز سيدي موزا. كمان مش مركز سيدي موزا في القلب اللي تبزي العمومي الشريكي. علي روتون. رغم انف معارضين. تعالى تبزي العمومي. اول معارضة هو النحو بالوطن. من السيد والي تصدي. بهذه الطريقة لازم تضرب مني اتحديد. وما يتحكم فيك تا واحد. انت هو رأس اتحاد. لازم تفرض منطقك. في حالك لم تفرض منطقك. فنقرأ السلام. لكن احنا نتمنى لفخي ان شاء الله. ما عندنا نعطي كل وقت الوقت. وبغلو ممو وراك مريح. خرج اعلامي تاتي بزي العمومي. طب تعالى طب. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.